حج هذا العام مختلف بسبب الإجراءات المتخذة للحد من تفشي كورونا السعودية أعلنت آخر يونيو الماضي أن شعيرة الحج ستقام لجميع الجنسيات الموجودة في السعودية لكن بأعداد محدودة وقبل ساعات كشفت الستارة عن البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441 للهجرة البروتوكولات تضمنت تفاصيل دقيقة فبدءا من الثامن والعشرين منذ القعدة وحتى الثاني عشر منذ الحجة سيتم منع دخول المشاعر المقدسة من دون تصريح وسيفرض على الحجاج والعملين في الحج ارتداء الكمامات واعتماد التباعد الاجتماعي بوضع ملصقات على الأرض عند نقاط التجمع والمطاعم والمقار ويسمح بصلاة الجماعة مع اعتماد البروتوكولات الخاصة بالمساجد ماء زمزم سيتوفر للحجاج لكن في عبوات خاصة للأفراد وذات الاستخدام الواحد أما الوجبات فستقتصر على الأغذية المعدة مسبقا والمغلفة وللحافلات هناك ضوابط منها أن عدد ركاب كل حافلة لن يتجاوز الـ 50% من طاقتها الاستيعابية ولكل مجموعة حافلة مخصصة ورقم مقعد محدد لكل حاج طوال الشعائر أما عرفة ومزدلفة فسيوزع الحجاج على الخيام بهما بما لا يزيد على عشرة أشخاص لكل 50 مترا مربعا حجاج هذا العام سيحصلون على حصن خاصة جرى تعقيمها وتغليفها لرمي الجمارات لا يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمارات في الوقت نفسه الخمسين حاجا لكل دور من أدوار منشأة رمي الجمارات أما الحرم المكي فيجري جدولة تفويج الحجاج إلى صحن الطواف ومنع لمس الكعبة أو الحجر الأسود وتخصيص مداخل ومخارج معينة للحجاج ومنع التزاحم والتدافع وسيسمح للمشتبه بإصابتهم بكورونا باستكمال المناسك وفق إجراءات خاصة اشتركوا في القناة الحج في زمن الوباء هو موضوع هذه الحلقة من بانوراما مع ضيفي من الرياض الدكتور ثامر الخشان استشارية الأمراض المعدية ومن جدة الكاتب الصحافي محمد الساعد مرحبا بكم ضيفي الكريمين إلى حلقة بانوراما هذا المساء ضيفي من جدة أبدأ معك أستاذ محمد الساعد ليس هذه البروتوكولات ستفرض شكلا مختلفا أكيد لأداء مناسك الحج لهذا العام كيف سيكون الاختلاف هنا؟ سيكون حجا فريدا من نوعه بصدق هذه المبادرة السعودية مشكورة الحقيقة أثبتت حرص القيادة السعودية على أن تؤدى هذه المناسك حسب الشريعة الإسلامية ولا تلغى لأن في إلغائها الحقيقة حساسية عالية لدى المسلمين ولدى المملكة العربية السعودية التي قامت على خدمة الحرمين الشريفين وتسعى الحقيقة جاهدة لتوفير كل ما يمكن لأداء مناسك الحج بيكون طمعين أو بيكون سلامة نعم لكن أستاذ محمد السؤال الأبرز في هذا الحج أن الحج سيقام هذا العام ولكن بهذه الإجراءات الكثيفة لمنع انتشار المرض لكن ماذا نعرف عن الأعداد؟ السعودية كانت تستقبل كل عام السنة الماضية قرابة ثلاثة ملايين حاج هذا العام هل الرقم سيبقى وفقا للتقديرات وفقا للإجراءات والاحترازات أم لماذا؟ أستاذ محمد الساعد في جدة السؤال إليك أستاذ محمد هل تسمعني؟ بلا شك أن العدد أيضا في هذا العام سيكون عددا استثنائيا وعددا لا يمكن أن يقارن بالأعداد في السنوات الماضية بلا شك كانت أعداد مليونية نحن نتحدث الآن عن أعداد بالألاف وربما أقل من ذلك والهدف هو تحقيق مقاصة الشريعة بإقامة شعيرة الحج وهو النسك مهم في الإسلام والرقم الخامس والذي لا يمكن أن يقوم الإسلام بدون هذا المهم بالتالي السعودية قيادة وحكومة وشعبا حرصت على أن تقام هذه الشعيرة بكل مناسكها أخي سهيب يجب أن نعرف أن كل المناسك ستقام بكاملها مع هذه الأعداد القليلة من الحجاج ولكن هناك حرص تام على أداء كل المناسك والالتزام بكل الأحكام الشرعية بما فيها الوقوف بعرفة واتهاب إلى مينة ثم أزدالفة ثم التفويض إلى المكي الشريف وبالتالي كل الحجاج سيؤدون حجا كاملا ولكن بأعداد قليلة حتى يؤدون هذا النسك عن العالم الإسلامي بأكمل نعم ولعل أفضل توصيفه وما تفضلت به أستاذ محمد أن حج هذا العام سيكون حجا فريدا من نوعه بكل المقاييس بالنظر إلى أن الظروف هي أيضا كذلك فريدة من نوعها هنا نسأل عن البروتوكولات دكتور ثامر الخشان الحديث حتى عن الجمرات الحصى ستكون مغلفة ومعدة ومعقمة سابقا مياه زمزم كذلك ستكون معبأة الأطعمة تواجد في الحافلات إجراءات احترازية هل هذه الإجراءات برأيك تضمن عدم انتشار الفيروس بين حجاج بيت الله هذا العام مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين والمشاهدات طبعا زي ما ذكرت فعلا في التقرير أنه إجراءات كثيرة سوف تتم بإذن الله في حج هذا العام هو العامل الأهم وعي الحاج سيكون مهم جدا في المعادلة هذه الإجراءات طبعا إجراءات كبيرة جدا من ناحية تعرف الحجاج حتى لو كان أعدادهم أقل من أعداد الاعتيادية لكن التحكم في مثل هذه الأمور قد يكون صعب هذه الإجراءات لا يوجد شك أنها سوف تساعد بشكل كبير جدا في تخفيف بإذن الله احتمالية انتقال العدوى لكن يبقى العامل المهم هو التزام الحاج ومعرفته بطرق انتقال العدوى والأعراض المحتملة والتزام بالكمامات والإجراءات الموجودة لأنه في النهاية هذا اللي يهم نعم دكتور أنا وريد أن أسأل الحقيقة الحج سيكون في شهر أغسطس الميلادي الموسم حر جدا هل سيكون هناك التزام بالكمامات لأن موضوع الكمامات صعب صعب التنفس به خاصة أثناء أداء المناسك والله هذه عادي تعتمد على التزام الناس لكن هو ما في شك أنها عامل مهم جدا خصوصا في أماكن اللي قد يكون فيها اقتراب أو فيها يعني زي ما تقول تقليل من التباعد ما تكون في مسافات كافية بشكل جيد بين الحجاج لكن ما في شك أنها عامل مهم صحيح هذه النقطة اللي ذكرتها مهمة لكن لا أعرف كيف سيكون الوضع نعم طيب أستاذ محمد الساعد أكيد في هذه الظروف الخاصة كما ذكرت هو حج فريد من نوعه وربما من يؤدي فريضة الحج هذا العام سيكون محظوظا جدا هل تعتقد أنه سيكون هناك التزام كبير وتام بكل هذه الإجراءات الصارمة بين الحجاج أثناء المناسك؟ بلا شك أعتقد أن سيكون هناك التزام كبير لأن الحقيقة هذا الحج مرسوم بعناية وبدقة كاملة وسلطات السعودية الحقيقة تبذل جهودا كبيرة لإخراجه بصورة صحيحة وسليمة ويعني أن يخرج الحجاج دون أي مشاكل صحية ولكن أريد أن نذكر أخي سهيد بأن هذا الحج سيكون نموذجا لكل الفعاليات المستقبلية في العالم يعني هذا الظرف الاستثنائي الذي سيحج فيه هؤلاء الحجاج في درجات الحرارة العالية ومتقاربين إلى حد ما ويؤدون نفس المناسب نفس الأماكن الضيقة التي يعرفها الجميع بلا شك أنها ستكون تجربة فريدة وأيضا ستكون نموذجا ربما يستفيد منه العالم في فعاليات قادمة إذا استمر هذا المرض استمرت هذه الجائحة وبالتالي السعودية الحقيقة تقدم هذا النموذج وتقدم هذه الإجراءات وأيضا تقدم بين قوسين هذه المخاطرة لأنه لا شك بأن هذا المرض قاتل ومرض شديد جدا ولكن مع ذلك السعودية تقدم هذه الإجراءات الاستثنائية وتقبل أن يقام الحج الحقيقة أن هؤلاء الحجاج أيضا سيكونوا محظوظين لأنهم سيؤدون هذا الحج بالنيابة عن العالم الإسلامي كله نحن نعلم أن ثلاثة ملايين الذين يأتون إلى الحج هم يمثلون الحقيقة كل العالم الإسلامي يؤتون من أسقاع الأرض ولكن هذه المرة الإخوة المقيمين في المملكة العربية السعودية هم من سيؤدون هذه الفريضة نيابة عن شعوبهم ونيابة عن الأمة الإسلامية جمعا نعم طيب دكتور الخشان فيما يتعلق كذلك بالإجراءات الخاصة بحج هذا العام مسألة أن الاحتفاء بالعملين بالقطاع الصحي سنتحدث بعد قليل عن الفئات التي ستكون ضمن الذين سيؤدون المناسك هذا العام أو الحج هذا العام هل مدى الجهوزية في حال كان هناك أي إصابات أو كان هناك لا أعلم يعني طارق متعلق بمصابين بكورونا أثناء فترة الحج ما في شك طبعا أنه في استعدادات كبيرة جدا هو طبعا الحج كل سنة هي ظاهرة فريدة من نوعها من ناحية الاستعداد من ناحية الطواقم الطبية ومن ناحية الاستعداد الصحي للحج لكن السنة هذه أكيد سيكون الوضع مختلف يعني زيادة على هنا التحدي يأتي وفعلا ما كان يقدم هو بحد ذاته شيء عظيم فزيادة على هذا الشيء سيكون أكمل وأكمل بإذن الله ما في شك أنه استعدادات كبيرة وزي ما ذكرت في التقرير من ناحية غرف العزل والأشياء الثانية كلها شيء بإذن الله سوف تساعد على أتمام الحج بأمن وسلامة بإذن الله طيب ضيفي الكريمين أرجو أن تبقى معي نتحدث الآن عن السؤال الأبرز كذلك فيما يتعلق بحج هذا العام كيف سيجري اختيار حجاج هذا العام وزارة الحج والعمرة أجابت بأن المعايير الصحية هي المحدد الرئيسي لاختيار الحجاج أما النسب فهي 70% من الحجاج سيكونون من المقيمين في المملكة العربية السعودية وستكون الأولوية لمن لا يعانون من أمراض مزمنة ولمن لديهم فحص يثبت خلوهم من فيروس كوفيد-19 وأن تكون أعمارهم بين العشرين والخمسين عاماً ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج ويتعهدون بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة وأتاحت الوزارة لراغبي الحج رابطاً إلكترونياً للتسجيل بدءاً من اليوم وحتى العاشر من يوليو الجاري على أن يكون الاختيار بين المسجلين إلكترونياً وبعدها يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة أما السعوديون الذين ستبلغ نسبتهم 30% من أعداد الحجاج فيشترط أن يكونوا ممارسين صحيين ورجال أمن تعافوا من كورونا تقديراً لدورهم في هذه الجائحة ويجري اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس موسيقى 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 أستاذ محمد الساعد في جدة نسبة الحجاج ستكون 70% من المقيمين في المملكة العربية السعودية و30% للسعوديين لماذا برأيك؟ ما الهدف من أن تكون أغلبية الحجاج من المقيمين و30% من السعوديين فقط؟ هي نفس النسبة تقريباً التي تقررها السعودية كل عام نسبة الحجاج السعوديين بالنسبة للحجاج القادمين والمقيمين في المملكة من العالم الإسلامي تقريباً هي نفس النسبة تقريباً السعوديين يشكلون 30% من النسبة و70% مخصصة للحجاج القادمين من العالم الإسلامي وإعطاهم الأولوية الحقيقة وإثارهم على السعودين وهذا الحقيقة هو دور المملكة العربية السعودية الدائم في خدمة العالم الإسلامي وبالتالي هذه النسبة أيضاً تنطبق هذا العام على السعوديين وعلى الإخوة المقيمين في المملكة وبالتالي أيضاً إعطاء الفرصة للممارسين الصحيين وإرجال الأمن المتعافين أيضاً الحقيقة بادرة جميلة لأن هؤلاء هم من وقفوا وواجهوا هذا المرض الشرس في خلال الفترة الماضية والذين تكبدت ما بين إصابات ووفياته وبالتالي الحقيقة أنها مكافأة جميلة وتشكر عليها وزارة الحج نعم دكتور ثامر فيما يتعلق بأسألك عن نقطتين العاملين في القطاع الصحي ستكون لهم الأولوية من الحجاج السعوديين كيف تنظر لهذا من موقعك كطبيب وكذلك مسألة المتعافين من كورونا أن يكونوا كذلك من ضمن حجاج هذا العام طبعاً لا شك زي ما ذكر زميلي الضيف الموجود في جدة هي لفتة جميلة جداً من السلطات السعودية تقديراً لجهود هذه الفئة الغالية وما قدموها خلال هذه الأزمة لفتة غير مستغربة أبداً وفعلاً تعطينا دافع وحماس لتقديم أكثر وأكثر ممكن أضيف نقطة كمان زيادة على موضوع الأجانب والأفون الغير السعوديين والمقيمين قد يكون أخذ بالاعتبار كمان فكرة أن الفرص يعني هذول يمكن فرصهم في الحج ما تكون مشابهة للفرص السعوديين فهذه برضو بادرة جداً جيدة لتقدير فكرة الفرص من ناحية الحج ناحية المتعافين طبعاً يفترض يعني إلى الآن ما فيه إثبات قاطع جداً لكن يفترض أن المتعافين بإذن الله أنهم أقل عرضة أو أقل احتمالاً الإصابة مرة أخرى يعني أو نظرياً حتى احتمال إصابتهم مرة أخرى إلى الآن إذا قالنا بعض الفيروسات الأخرى قليل لكن إلى الآن ما ثبت لكن هذا المحتمل هذا أغلب الاحتمال نعم طيب دكتور فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص الذين تعافوا من كورونا تعتقد أنه سيخضعون كذلك لنفس الإجراءات أنه يجب أن يكون حجر قبل وبعد الحج وأن يكون هناك فحص جديد قبل الحج حتى يسمح لهم بأداء المناسك هذا يرجع طبعاً للتقديرات حسب كل شخص وممكن يصير فيه بعض الفحوصات اللي تشوف إذا كان فيه أجسام مضادة أو لا لكن هذا يرجع لإجراءات الصحية اللي يطبقونها بس ما فيه شك عساس ما يصير فيه الأخبطة أتوقع أنه الجميع سوف يتم عليه إجراءات التباعد والاحتياط بحيث أنه الجميع يلتزم نعم طيب أستاذ محمد الساعد ولكن كيف ستكون الحسبة؟ هذا هو ربما من يشاهدنا الآن يريد أن يفهم كيف سيتم تحديد أعداد حجاج هذا الموسم الاستثنائي الفريد من نوعه بسبب وباء كورونا نتحدث عن 70% من غير السعودين و30% من السعوديين من الحجاج لكن من أصل ماذا؟ من عدد الناس الذين سيسجلون الراغبين في الحج أم ماذا؟ التقنية لا أستطيع أن أجاوب ولكن أعتقد أن إتاحة الفرصة في بوابة للحج للتقديم عليها الحقيقة أيضا فكرة جيدة لأن يتم الحقيقة أخذ معلومات الراغبين في الحج وبالتالي تقييمها وتقييمها صحيحا لأن هذا هو الحقيقة الأساس في قبول الحج العمر للمؤية الحقيقة تعطى الفرصة لمن لم يسبق له الحج وبالتالي سيكون التقييم على هذا الأساس بالنسبة للسعوديين الحقيقة قاعدة البيانات موجودة ومتوفرة وبالتالي من السهل جدا الوصول إلى عدد حجاج يمثلون ثلثة الحجاج المتوقعين ويتم تحت الفرصة لهم للحج ولكن الحقيقة أنا أعتقد أننا أمام تجربة عظيمة جدا ولا أعرف كيف سيستطيع العالم تذكرها صحيح ونحن نتعامل مع هذه المعطيات كذلك بحذر كما ذكرت لأنها سابقة والتعامل معها فريد بالنظر إلى المستجدات ولكن في تقديرك تعلم أننا في زمن وسائل التواصل الاجتماعي وكل يدلو بدلوه كل يتحدث عن رقم بالنسبة لك هل يمكن لك أن تتوقع كم سيكون عدد حجاج هذا العام أعتقد أن وزير الصحة تحدث قبل أسابيع ولكنه ربما كان رقما مبدئيا تحدث عن آلاف الحجاج ربما أن يتم هناك تقييم الحقيقة للحالة الصحية أيضا في مكة المكرمة والحالة الصحية في المملكة وبالتالي ربما يكون هناك فيه مرونة في زيادة أو تقليل عدد المسموح لهم وأعتقد أن هذه كما نعرف جميع أن نحن نتعلم من هذا الفيروس يوم بيوم ونتعلم كيف نتعامل معه وبالتالي أيضا الوزارات مشكورة تتعامل معه يوم بيوم وأعتقد أنه من المسموح لها أنها إلى أيام قليلة قبل فداية الحج سيكون لدينا أرقام نهائية أما اليوم فأعتقد أنه من المبكر الحكم على عدد الحجاج ولكن ما يهمنا اليوم وما يهم العالم الإسلامي أن هذه الشعيرة ستقام وأنها ستقام الحقيقة بكل نسكها وكاملة بما فيها أداء كل الشعائر وطوان الأيام الحقيقة أنها فريضة حج كاملة وبإذن الله نتمنى لهؤلاء الحجاج السلامة وأن تكون هذه التجربة الحقيقة كما أنا سلفت سابقا أن تكون مثالا يحتذى به في الفعاليات القادمة ومتمني أن ينحسر هذا الوباء عن العالم أجمع بإذن الله نعم دكتور ثامر الخشان نتحدث عن تقديرات بألف الحجاج بهذه الضوابط بهذه القواعد العمر من 20 إلى 50 سنة الحديث عن متعافي من كورونا عن إجراءات للسلامة والتباعد هل يمكن بهذا الضمان بأن موسم الحج هذا سيكون خاليا من كورونا الضمان طبعا عندنا في الطب لا يوجد شيء اسمها ضمان لكن نقول مؤشرات وبإذن الله كمية الجهود المخطط لها وكمية الجهود التي سوف تبذل لا شك أنها تساعد بشكل كبير جدا في الحد من انتشار العدوى وزي ما قلت في البداية هذا بإذن الله سيعتمد على الالتزام وتطبيق الإجراءات التي تحطها الجهات المسؤولة وهذا بإذن الله سينعكس على حج بإذن الله خالي من الأوبئة وخالي من الأمراض وخالي من كوفيد شكرا جزيلا لكم إذن دكتور ثامر الخشان الاستشاري الأمراض المعدية كنت معنا من الرياض والكاتب الصحافي محمد الساعد كنت معنا من جدة اشتركوا في القناة